السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الندى الفضائية أسعد بصحبتكم في برنامجكم أجازة سعيدة كما أسعد بصحبتي أبنائي من الشباب الجميل الصاعد الواعد المشرف معنا نظف الستوديو ومشرفيني ومنوريني كالعادة معنا صالح مرحبا يا صالح مرحبا بك يا شيخ ربنا يهديك يا صالح اي والأمين كذلك معنا من الشباب الجميل الواعد والصاعد سليم يا مرحبا يا سليم مرحبا بك يا شيخ ايه الحلاوة دي شكرا أخبرك ايه عمد الله كذلك من الشباب الجميل الصاعد والواعد عز الدين يا مرحبا يا عز مرحبا بحضرتك يا شيخ أجازة سعيدة إن شاء الله يا رب كون أجازة سعيدة يا رب إن شاء الله كذلك من الشباب الجميل المبتسم اللي معانا النهاردة مازن المبتسم يا مرحبا يا مازن كل سلام طيب واجهة سعيدة يا شباب الأجهزة خلاص قربت تنتهي وقربنا نرجع للمدرسة فمستعدين بعد المدرسة يعني استفادنا بالأجهزة كده وعملنا حاجة مفيدة ولا ايه الأخبار أحبتي مع الفقرة الأولى من هذا اللقاء الطيب المبارك مع شبابنا عملتوا لي في الأجهزة يا شباب ولا بنعمل لي في الأجهزة عايزين نشوف كده الناس اللي هي معانا ممكن نعمل لي في الأجهزة يلا يلا قول سليم انت قول لي يا سليم بنروح نزور قريبنا جميل يبقى سليم وإخوانه في البيت مع أسرته بيحرصوا في الأجهزة على صلة الرحم بس مش معنا كده ان احنا طول السنة نسينهم اتصل تليفوني رسالة ولبقى فيه متسع من الوقت نروح نزور أرحمنا ده شيء جميل جدا ايه تاني؟ وأحيانا بنروح مسأل مصيف وبنروح التمرين في النادي جميل بنروح مصيف وبنروح تمرين في النادي بنروح النادي وبنروح مع هذا القرآن دي أهم حاجة بقى يبقى مصيف جميل وخروج لرحم لكن ما ننساش القرآن ما ننساش ان احنا نعمل حاجة تقربنا لربنا نعمل حاجة مفيدة ايه تانية صالح بتعويله في الأجازة؟ زي ما بيقول لبنحفز القرآن وبنزكر الفق جميل بتروح النادي؟ اه بروح نادي بنلعب رياضة بقى وجم وكده ايه الأخبار يا عز بنعملي في الأجازة؟ طبعا الجانب الأول منها مش يفرد في القرآن يعني ويس جدا في هدف مع القرآن اه رائع والجانب الرياضي بروح الجم يعني وكده ممتاز وطبعا لازم يكون فيه الجزء اللي هو خلي بقى لك احنا كده بنجمع بين الدنيا والدين رياضة وجم وخروج ويفعلش تبقى الحياة ويبقى لازم فيه بقى ايه؟ اخرى فانت زي ما بتبني في الدنيا لازم تبني في الآخرة وبناء البناء للآخرة مش بالأكل والشرب واللبس والخروج بالإيه يا شباب بالطاعة وبالعمل الصالح بالصلاة بالقرآن ده اللي اللي بقي لك في الآخرة جميل جدا يا عز ايه تاني الجانب الشرعي بقى ان انا لازم اكون رابط نفسي بمكان تعلم فيه العلم الشرعي بقى وكده الحاجات اللي هي تنفعني في حياتي جميل حلو اقول لازم اخباري الأجازة ايه؟ الحمد لله هقولي بتعمل ايه في الأجازة؟ اه يعني مهتم بالقرآن شوية برضو وبالرياضة وساعة لما بلاقي وقت فاضي يعني بساعد قريبي مثلا اولتي وبزور قريبي جميل يا شباب انا عايز اقالك سؤال والكلام ده برضو كل اللي في سنكم اللي بيتابعونا هو فيه تعارض او صدام ما بين ان انا قلبس كويس واشرب كويس واركب عربية كويسة واروح النادي واخرج وان انا احفظ القرآن واتعلم ديني يعني فيه تعارض ولا ينفع الاتنين مع بعض ينفع الاتنين مع بعض بالعكس ده هو فعلا انت ما تحسش بروح الحياة الا لو جمعت بين بين الاتنين انتو عارفين يا شباب ربنا لما خلق الانسان خلقوا من شقين جسد جسد وروح رفو عليك الجسد ده بيتغزة على ايه الاكل والشرب والشهوات والخروج والمتع والكلام ده طب الروح غذائها هو ايه الروح غذائها مش اكل وشرب غذائها بيكون حاجات معنوية مش مادية مش ملموسة ومحسوسة لما تقرأ آية وتحفظها وتعمل بيها كده انت غزيت روحك لما تتفكر في آية من آيات ربنا كده انت غزيت روحك لما تصلي لما تصون لما تقول كلمة طيبة لما تعمل معروف لما تكون صادق لما تبر أبوك وأمك لما تصل رحمك لما تساعد فقير ومسكين لما تاخد بيد أعمى لا يدري أين الطريق كده انت غزيت روحك فبعض الناس بعض الشباب بعض البنات بعض الولاد لا يحرص أبدا إلا على غزاء الجسد يأكل ويشرب ويدخل الحمام فهو زيه زي الأنعام زيه عفوا كالحيوان أكله شرم ونوم وخروج وبس ينفع كده فيه النصيب قلبي ما هو قلبك ده قلبك عشان يفضل حي يا شباب مش بسمع الأغاني والله مش بمشاهدة الأفلام والمسلسلات قلبك ده عشان فعلا لما يقول الله أكبر ويصلي لازم يكون في القلب إيمان عشان تبقى خاشة في صلاتك الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة المؤمنون في مطلع السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نائمون ولا سرحنين لا قال إيه خاشعون برافو عليك إيبا الخشوع ده مش هيجي من فراغ هيجي من إيمان في القلب من تركيز من هدف محدد أنت تكون خاشع في صلاتك معي يا شباب نائم فلذلك مهم جدا زي ما احنا اتفقنا إن ما فيش تعارض تماما ما بين إن أنا أكون ثوبي جميل ولابست أميس شيك وتشيرت شياكة وآخر موضة وراكب عربية مع بابا كويسة جدا وجميلة وبروح أحسن نادي وبلعب أعلى وأجمل الرياضات وفي نفس الوقت بصلي بصوم ببر أبويا وأمي وبطيع ربنا مش تعارض بل إن أنت هتسمى مسلم قوي والمسلم القوي خير المسلم الضعيف أيوة من المسلم الضعيف ضعيف في إيه ضعيف في إيمانه ضعيف في دينه ضعيف في علمه ضعيف في جسمه وأخلي بالك إن أنت يكون جسمك شيك كده ويعني رياضي ده شيء مطلوب وده مسلم قوي مش إن أنت تكون بدين تاكل 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 وتركن وتقعد حاجة أخيرة عايزة أقولها لكم إيه المانع أن إحنا في الأجازة نشتغل إيه المانع وإيه يضرني وأشتغل أي حاجة أي حاجة إنت ممكن يا حبيبي يا جميل تاخد دورة سيانة في الكمبيوتر وتقعد في البيت في الأجازة تصلح كل الكمبيوترات بتاعت كل صحابه وتعمله سيانة والسيانة تاخد عليها فلوس ما أفكرش في فلوس لكن أفكر في حاجة عملية أكتسب منها خبرة أكتسب منها خبرة أشغل دماغي أشتغل كمبيوتر في المستقبل ممكن تكون اي تي ممكن تقول موهندس كمبيوتر في المستقبل ممكن أشتغل في سوبر ماركت إيه المانع بابا والدي رافض قال لي أي حاجة عاوزها ممكن تطلب مني جميل بس أنا عاوز أكتسب خبرات الحياة أكتسبها إزاي لما خلص تعليمي لا يبقى أنا أتكلم مع بابا وأقول له هشتغل عند فلان وفلان دوت حد ثقة كويس هيعني لما هو بيصلي لما يجي يصلي يقول لي يلا يا مازل صلي معي يلا سليم صلي معي يلا صالح صلي معي يبقى احنا بنشتغل في مكان أولا آمن ما فيهوش إهانة ومش هيب حتى أن أنا أشتغل شغل يعني في حركة وعمل ما فيش أي حرك من كده يا شباب حتى تتعلم لما تخلص دراستك إيبا أنت في الأجازات كلها بدأت تختار مهنة معينة أو وظيفة معينة لما أجي أكتسب الخبرات دي أول ما خلص تعليمي ودرستي وأشتغل في نفس المجال دوت هكون شاطر وسبقت كل جيلي ليه أنت حصل منك إيه قبل كده اجتهدت واشتغلت وجربت أخذ بالك الخبرات 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 دي يا شباب ما تجيش إلا من خلال أن أنا أكون جو والمكان اللي فيه شغل أه وأكون على أرض الواقع أنا موجود وبشتغل وشايف الحياة عاملة إزاي النهاردة بعضكم يعني بيكسل عايز ينام وبعضكم بيصحى من النوم الضهر وبعضكم العصر في الأجازة طب هو ينفع كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله في بكور أمتي الخير ينشر وينزل في الصباح يبدأ اليوم بعد الفجر يا شباب لذلك إحنا لما قرأنا يمكن في الحلقة التانية من برنامج أجازة سعيدة قرأنا صورة النبأ وجعلنا الليلة يعني لنوم للسكون للراحة وجعلنا النهارة للرزق للعمل للعمل الصالح فبالتالي لما تنام بالليل وتشتغل بالنهار وتصحى بالنهار أنت كده بتعمل بالقرآن الكريم طيب لو أنت بتنام بالنهار وبتصحى طول الليل ينفع كده نا ما ينفعش بل إن أنا بيصحى طول الليل ممكن ييجي قبل الفجر بشوية يغلب عليه من نوم وينام راح منه صلاة الفجر اللي في صلاة الفجر فيها ركعتها كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها تخيل يعني خير من الدنيا وما فيها لو قلتلك مئة مليون دولار أحسن ولا ركعتها الفجر ركعتها الفجر ركعتها الفجر أحسن مين اللي قال لنا كده نبي صلى الله عليه وسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها وما فيها تمام يا شباب؟ تمام جميل نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل فقرات هذا البرنامج وهذه الحلقة فابقوا معنا أحبتي في الله عدنا إليكم أحبتي في الله شباب هنتكلم عن موضوع يعني قلمة لأنت تكون سمعته قبل كذا أو حد تتكلم فيه هنتكلم عن الزوء العالي وبيسموه بعض الناس الاتيكيت دايما إحنا بنشوف كل الناس إلا قليل بيستمد الزوء والاتيكيت من الغرب من أوروبا وأمريكا على الرغم إن الزوء والاتيكيت والرقي في التعامل موجود في القرآن والسنة إيه رأيك بقى النبأ الصعفي اللي علم الدنيا كلها الزوء والاتيكيت والرقي في التعامل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيل يعني أشياء كتيرة جدا عايزة أتكلم معك فيها من عرضه أقولك عليها هتدل دلالة مؤكدة على إن الزوء والاتيكيت جابوه منين من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودائما لما بيروح العرب للغرب بيرجع منباهر يقول عندهم زوء والاتيكيت مش طبيعي رغم تعليم الإسلام وسنة النبي اللي احنا هجرناها فيها كل الزوء والاتيكيت مش كده بس بل إن لما سافر بعض اللي بيسمون المستشرخين مش عايزة أقول أسماء لأنهم كتير سافروا إلى بلاد الغرب هم الأصل العرب قال لك رأينا إسلام بلا مسلمين رأينا إسلام بلا مسلمين يعني راح شاف تعليم الإسلام بتطبق في الغرب وهو صادق وهم مش مسلمين ربنا أمرنا في صورة الحجرات ألا ندخل بيتا حتى نستأذن ده زوء وإتيكيت تخيل ندخل بيوتر حتى نستأذنه نعم زوء وإتيكيت في السنة تعلمنا لا تفاجئ أهلك لو أنت مسافر بالعودة من السفر على باب البيت على طول تتصل أنا في الطريق أنا جاي جاي عشان يستعدوا لا تفاجئ أهلك بالوصول ده اسمه يا جماعة ذوء وإيه وإتيكيت وإتيكيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة ده الرفق يعني يعني الصوت الهادي التعامل برفق ولي ذوء وإتيكيت مين اللي حثنا عليه ودعنا لإيه رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تلقي ممكن يكون الغربي أو الأوروبي تلقي صوته هادي بتكلم بالراحة وبالشياكة وبتكلم بخفض جناح لكن ممكن يكون مسلم بخفض جناح وصوته وصوته وبيزع وبيخبط وبرزع ما عنده زوء وإتيكيت ليه لأنه هو ما بيتتبعش سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلقي التاني الغربي بيطبق تعاليم الإسلام وهو مش مسلم شفت كده قبل كده السنة نهت عن الجلوس في الطرقات يعني الطريق ما تقعدش في وسط الطريق ما تقعدش في وسط الطريق قال صلى الله عليه وسلم أعطي الطريقة حق حقه ده سمزوء وإتيكيت إيه رأيك عند الغرب بيطبقوا الكلام ده اتعلمنا من شرع ربنا ومن السنة من سبق إلى شيء فهو أحق به فهم دي معناها ايه يعني صالح جيه قعد هنا ما ينفعش سليمي يقوله ها عدنا هنا لأنه جي الأول لذلك الطبور عارفين الطبور كده هتشتري حاجة وفي ناس كتير فبنقف طبور يبقى اللي جي الأول هو اللي يقف الأول اللي جي التاني يقف التاني اللي جي التالت يقف التالي وهكذا الطبور ده بنشوفه دايما في أوروبا مش كده ويقول بيتميزه حتى في المترو في الميكروباس في مش عارف في الطيارة في كده يقف طبور لو بيشتري سلعة وفي خمسين واحد عاوز السلعة دي مش بيقفوا كده هجوم لا بيقفوا ايه طبور السنة علمتنا كده من سبق إلى شيء فهو أحق به لكن لما تلاقي بقى المحسوبية وصالح يعرف واحد يوم مدخله قدامه ومازل يعرف حد يوم يوم يبقى احنا كده ضيعنا تعليم الإسلام فما تقولش الغرب سبقونا لا 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 هم تمسكوا وهم مش مسلمين بتعليم الإسلام وانت اللي فرطت في سنة نبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم السنة علمتنا يا شباب لما تزور مريض تخفف تخفف في الزيارة زوه ويتيكت لكن لما تروح تقعد بقى بالساعة والاتنين وهو مريض شغلت البيت وأهل الميت وشقت على المريض فالسنة دعتنا لما جي أزور مريض أعمل إيه؟ أخف مع طبق تحط فيه الفضلات ده زوه ويتيكت موجود في المطاعم خمس نجوم وفي الفنادق وموجود في أوروبا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع البذر في نفس طبق الأكل يعني لو بتاكل طمر مثلا أو بتاكل أي شيء في نوى من جوه لازم السنة بقى أن انت ما تحطش في نفس الطبق النوى بتاعه أو البقايا بتاعته يبقى فيه طبق تاني بتقدمه فاضي خالص وتحط فيه البقايا دي لو بتاكل سمك لو بتاكل فراخ وفيها عظام بتعمل إيه؟ يبقى لازم فيه طبق يتحط على السفرة دي تعاليم السنة ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم تخيل بقى دينا فيه الكلام دوت وفيه الشياكة والأمور اللي أنا بتكلم معك فيها دي كذلك لما تشوف واحد ثوبه جميل ونظيف وشعره ريحته حلوة وجسمه نظيف وشيك تعرف أن دوت متمسك بالسنة ولو لقيت لو لقيت شابا عفنا في ثوبه وفي رائحته تعرف أنه مخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزوء والإيتيكات عند المسلمين لأن المسلمين بيتوضف اليوم كحد أدنى خمس مرات تخيل أن تخسي دي خمس مرات شياكة ونظافة وزوء وإيتيكات بتخسي الوشك خمس مرات إحنا عندنا سنة الاستنجاء عارف يعني الاستنجاء لما تدخل الحمام الخلاء وتعمل حمام تغسل تغسل المكان اللي أنت بتعمل منه حمام ده في الدين الإسلام زوء وتيكات شياكة ونظافة غيرك بيستخدم إيه منديل يكي افع الريحة لكن المسلم لو تمسك بتعليم دينه هيرتقي ويبقى فعلا متمسك بأمور دينه وغير هذه الأمور أنا بس جمعت لك بعض الأمور التي تؤكد وتدلل على أن السنة الكرآن والسنة هم النبعين الصافيين ليه يا جماعة للزوء والإتيكات والرقي والشياكة في التعامل استفدنا حاجة؟ ها إيه رأيك؟ ها يبقى منين بلاستمد الزوء والإتيكات من القرآن والسنة مش من الغرب والله مش من الغرب ارجع لسنة النبي ارجع للكرآن هتلقي كل الزوء وكل الإتيكات وكل الرقي والشياكة في تعليم الإسلام ننتقل إلى فقرة الأخرى أحبتي مع فقرة إيه القرآن والمسابة؟ القرآن القرآن الكريم فابقوا معنا عدنا إليكم أحبتي في الله والآن مع فقرة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة تابعونا ونفتح مع بعض المصاحف على صورة الانشقاق يلا صالح جاهز؟ يلا نبدأ من أول صورة الانشقاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وإذا أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح أكدح فملاقي شباب إحنا عايزين نتضرب إن إحنا في وسط الآية وأنا بقرأ اوعى تتنفس قطع خد نفسك ونداخل على الآية ولو لقيت نفسك هيخلص أوقف عند الكلمة اللي أنت واقف عليها وارجع خد نفسك وارجع على وراء تاني عشان المعنى يتضح وهات الكلمتين وابدأ كمل قراءتك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه تاني تاني فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مصرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثمورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مصرورا طب نمد مش في مد هنا مد منفصل أربع حركات إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور 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 بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسب بالشفق والليل وما وزق والقمر إذا اتزق لتركبن لتر مش لتر لتر بتفخيم الراء لتركبن طبقا عن طبق أيوة كده فحهم شو ما يبقى طاء وباء تبقى طاء باء لتركبن طبقا مش لتا لتر لتر فخ مرة مش لتر لتر لتركبن طبقا عن طبق عن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم عليهم القرآن لا يسجلون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أحسنت يا سليم فضل عز بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أحسنت يا عز كاملة مازل حملة بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق قالت بس القاف الشفاق فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا كرئ عليهم الكرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أحسنت يا مزل ما شاء الله لك هو تأله بالله أحبتين أن تقري إلى فقرة المسابقة بين فريقين فابقوا معنا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرة عدنا عليكم أحبتي في الله والآن مع المسابقة مسابقة بين فريقين جاهزين يا شباب جاهزين شباب يلا كل فريق السؤال نتشاور مع بعض جاوبوا خدت خمس درجات ما جاوبتش خسرت خمس درجات نفس الكلام بالنسبة لفريق التاني السؤال الأول للفريق الأول ما هي أو ما هو أكبر القطط في العالم أو أكبر أنواع القطط خيئة اختيارات معلش اختيارات القط الشيرازي القط الأسياوي النمر النمر هو النمر قطة من فصيلة القطط تخيل شوف بيصل وزنه إلى ممكن 300 كيلو النمر ولكنه من فصيلة القطط القطط يعني القطة الهرة اللي بتشوفها دي دي من فصيل النمر هي كمان يبا السؤال الثاني للفريق السؤال الأول للفريق الثاني ما هي أصغر دول العالم حجما في المساحة على فكرة لك وسائل مساعدة اختيارات من شيئا يا لابتقدر السعودية الكويت البحرين السعودية الكويت البحرين البحرين الإجابة صحيحة أحسن الله إليك السؤال الثاني الفريق الأول ما هو أول شيء خلقاه الله تبارك وتعالى القلم على طول كده سليم القلم القلم قال له اكتب اكتب إيه مقادير العباد الله أكبر الإجابة صحيحة أحسن الله إليك كم عدد العيون التي انفجرت بعصى نبي الله موسى في اختيارات على فكرة لو عايزين اختيارات 19 عين 15 عين 12 عين 12 عين 12 عين أحسن الله إليك بارك الله فيك السؤال الفريق الأول درجاتكم تطلع على الشاشة على فكرة عشان تبقى عارفين ما هو الشهر الذي نزل فيه الكرآن شهر رمضان لا والله سرعة كده رب مش شعبان لا ولا رجب لا الإجابة صحيحة ما هي الصورة التي وردت فيها سجدتين لو عايزين اختيارات ممكن فيه اختيارات لا شعب اختيارات الاختيارات صورة الأعراف صورة اقرأ صورة الحج العراف صورة الأعراف فيها سجدتين الإجابة غير صحيحة صورة ايه صورة ايه الحج بالظبط فيها سجدتين خسرت خمس درجات السؤال للفريق الأول قال صلى الله عليه وسلم أكمل اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا منيرا لأصحابه شفيعا أنيسا لأصحابه شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه متأكد شفيعا الإجابة صحيحة السؤال للفريق الثاني من هو النبي الذي مات ولم يولد اختيارات 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 نبي الله آدم عيسى عليه السلام موسى عليه السلام الشيخ عددك بتقول مات ولم يولد مات ولم يولد سيدنا آدم عليه السلام سيدنا آدم خلقاه الله بيدي الله أكبر إجابة صحيحة كده انتهت فقرة المسابقة فاز الفريق الأول وخسر الفريق الثاني أرقام الدرجات على الشاشة كده لم يتبقى معنا إلا فقرة الألعاب ابقوا معنا وعندنا فقرة ألعاب جميلة تعلم الزكاء فيها فكر هندسي وبتعلم المنافسة بين فريقين فابقوا معنا موسيقى عدنا إليكم أحبتي في الله والآن شباب مع لابة البرج لابة البرج عبارة عن قطعة خشبية بنينة بها برج المطلوب من كل فريق انه يشيل قطعة من البرج ويحطها يبني بيها فوق هتعلمنا يعني الحس الهندسي هتعلمنا روح المنافسة هتعلمنا التفكير قبل ما نمد إيدينا على الحاجة لأنه لو البرج نهار هيخسر الفريق اللي تسبب في انهيار البرج يا شباب جاهزين يلا الفريق الأول يبدأ يشيل قطعة ويبني بيها البرج رفعليك احسنت يا صالح وننتظر لحد ما يحط فوق يلا ادخل يا عز الله ابني فوق رفعليك انتظر لحد ما يخلص ادخل يا مازل جميل احسنت يا مازل يلا خش صالح حلو جدا برافعليك قعد مكانك يلا عز حلو قوي ركز ركز لو البرج ويع خسر عز هو ومازل ومازل مازل على فكرة احنا بس عشرين ثانية لكل واحد لو اكتب من عشرين ثانية خلاص راحت عليك عاوزيوها انت طبعا ايوها بقى خمس ثواني برافو البرج زي ما هو وقعش يلا سليم الدور عليك احسنت لم ينهار البرج حتى الان يلا مازن استنى لما يشير ايض كده خلاص برافو عليك يا مازن جميل انتظر لما يخلص حبيبي حبيبي مولا ويا يا يبنت اللي كنت السابة يلا صالح برافو عليك يا صالح انتظر لما يخلص يلا عز حلو جدا سليم البرج بدأ من تحت يعني يفقد اعضاؤه كلها ها مش عايزة كده كده عشان برضو ايه الشباب المشاهدين اللي معنا يبقوا متابعين وخطرة غير طبيعية انهار البرج يبقى كده سليم وصالح خسره ومازن وعز كسبو جزاكم الاخر يا شباب احسنتم روح المنفسة وروح الرياضية يعني هم برضو ايه خسروا واستم مبتسمين برافو عليكم في نهاية هذا اللقاء لا يسعوني الا ان اتوجه لكم بكل الشكر والتقدير على تشرفكم لي وحضركم لهذا البرنامج اجازة سعيدة يا صالح اجازة سعيدة يا سليم اجازة سعيدة يا عز اجازة سعيدة يا مازل احبتي اجازة سعيدة لكل اولادنا كل بناتنا ونبدأ عام دراسي جديد بروح جديدة وهمة عليها عشان نتفوق ونراكم في العام القادم انقدر الله لنا اللقاء والبقاء دنتم في امان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة